مرحبا بكم في النشاء الجوية على قناة النهار أو القناة إخبارية في الجزائر تبقى مشاهدين الجواء غائمة مع أمطار على المناطق الشرقية والداخلية الوسطى وكذلك الغربية شوفوا أكثر تفاصيل اقتشحي تسجيم الحنبد بصورة القمر الإصطناعي توضحنا في الصورة انتشار سحب رادي على كم الولايات الشمالية حتى بمعظم المناطق الجنوبية فيما يخص الرياح تقدر الحق حتى 30 على المناطق الشمالية ممكن أن تفو 30 كم في الساعة تحت وقع الرعود بالجنوب برياح تاني كيف كيف تقدر تلحق حتى 30 كم في الساعة مع تطير للرمال محليا شوفوا أكثر تفاصيل نبدأ مشاهدين بالوضعية الجوية مع صباح ومع الفجر تصبح لجواء غائمة تكون فيها أمطار بالمناطق الشرقية الساحلية وكذلك الداخلية حتى المناطق الداخلية الغربية والوسطى تكون لجواء من صفيا إلى مغشات جزئيا على السواحل الغربية والوسطى يصبح لجواء مغيم بمنطقة الواحد شمال الصحراء نحو الجنوب الغربي ممكن سحبنا تمت بعض الأمطار تبقى لجواء عموما صافية ومستقرة على باقي المناطق الجنوبية درجات الحرارة المرتقبة مع صباح ومع الفجر سجلوا في حدود 22 درجة بشمال الصحراء بمنطقة غردية زلفانة بريان 29 درجة بعين صالح 24 درجة سجلوها بمنطقة تين دوف وفي حدود 19 درجة بالعاصمة و13 درجة سجلوها بكل من باتنا وبريكا وفي حدود 16 درجة على تيسم سيلت غليزان سعيدة وسيدي بالعباس وشلف معنا شيء إن شاء الله تبقى فيه دائما الأمطار والرعود تخص المناطق الداخلية الغربية الوسطى وكذلك الأوراس حتى المناطق الشرقية الساحلية عموما يعود يولي صفاء تدريجيا وصفاء مؤقت عموما بالمناطق الداخلية الغربية والوسطى خلال المساء أجواء من صفيا إلى موشد دائما على السواحل الغربية والوسطى رعود دائما على الجنوب الغربي خاصة بمنطقة بشار حتى تكون مرفوقة ببعض الأمطار كذلك بشمال الصحراء ومنطقة الواحد تبقى الأجواء غائمات تكون مرفوقة ببعض الأمطار وأجواء صفيا عموما بباقي المناطق الجنوبية رح يكون فيه تطاير للرمال خاصة بوسط الصحراء وأقصى الجنوب الجزائري نحو الوقر والتسلي درجات الحرارة المرتقة من شاء الله معلاشي نسجل في حدود 35 درجة بغردايا زلفانة وبريان 37 درجة نسجلها بمنطقة الواحد نفس المقياس بالجنوب الشرقي على إيديزي وجانت نسجل حوالي 42 درجة كأعلى مقياس بأقصى الجنوب الرزائري على عينقزام عينزا وتنزاواطين 30 درجة بالعاصي محدد 30 درجة بجيجل نفس المقياس بمنطقة لغوات وأفلو 29 درجة تاني كيف كيف بولاية المسيلة 30 درجة على تيزي وزو وفي حدود 25 درجة على كل من البيض من عامة وتيسمسيل فيما يخص مشاهدنا البحر سيكون طاب لا يكون هادئ وجميل على كامل الشريط الساحل ستتحول إلى قليل الإتراب بعد الظاهرة على السواحل الشرقية الرؤية متوسطة واتجاه المواجه يكون شمالي شرقي بالسواحل الغربية وكذلك الشرقية وغربي بالسواحل الوسطى اليوم نروح معكم إلى ولاية من ولاية بلدنا كما عودناكم في النشرة الرئيسية اليوم مشاهدنا نروح إلى ولاية بيجايا الحال بها إن شاء الله سيكون مغيّة ممولة جوة تبقى غير مستقرة مع أمطار درجة الحق إلى حوالي 29 درجة مئوية ونسبة الرطوبة فيها تغذية الحق إلى حوالي 65 بالمئارية عموما تغذية الحق حتى 30 كم في الساعة نختم بالشروق والغروب للعاصمة وبعد من ولايات الوطن الشروق بالعاصمة سيكون في حدود الساعة 36 و33 دقيقة أما الغروب سيكون في حدود الساعة 6 مساء و49 دقيقة حق تمعكم الختام شكركم على المتابعة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر